واحدة من أقوى الشهادات هي ظهورات المسيح المسيح ظهر أربعين يوم هل في دليل أعظم من هذا؟ أربعين يوم أظهر وبرهن نفسه ببرهين حية في أعمال الرسل الصحاح الأول والآية الثلاثة يعني شهادات عظيمة جدا عن ظهورات المسيح ظهوراته بالجسد ليست مثل الأساطير القديمة والمعجزات اللي بتحدث بالخفاء أو بالليل أو بالسر لكنها كانت ظهورات عديدة متكررة لمدة أربعين يوم أحبائي الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببرهين infallible proofs يعني ببرهين وأدلة قاطعة جدا هيك الترجمة ببرهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله أعمال الرسل الصحاح الأول والآية الثلاثة هذه الظهورات أحبائي ظهورات عظيمة جدا في ظروف بتختلف في القدس في أرشليم في عمواس في بحير الطبرية على جبل الزيتون على جبل عالي في الجليل وهكذا ظهورات لعديدة ثم هذه الظهورات أمام شهود عيان شهود عيان رأوا المسيح بقول مثل ما ذكرت ونحن شهود لذلك بل بولوس الرسولي بيكتب برسالته إلى أهل كورونتوس كنيسة كورونتوس بل رآه أكثر من خمسمائة شخص دفعة واحدة ومش بس بينهي في هذا وأغلبهم أكترهم باقي حتى يومنا والبعض رقد يعني عم بيقدم دليل واضح شفاف إنه الأغلبية جماعة بعدهم عايشين مع إنه البعض مات وهذا اندل على الشيء بدل على الشفافية في الكلام ثم أحبائي ظهور المسيح للتلاميذ عدة مرة ومثل ما ذكرته هاي الظهورات كان بعالج فيها مواضيع مختلفة حتى بعد صعود المسيح إلى السماء ظهر لإستفانوس أول شهيد عند استشهاده شافه إستفانوس وهو على عن يمين الآب ثم ظهر لشاول الترصوصة على الطريق إلى دمشق اللي هو بولوس الرسول بل الأعجب أحباء الأشخاص اللي تحدثوا معاه بعد القيامة كانت حالاتهم النفسية مختلفة مثل مريم المجدلية كانت حزينة مثل تومة واحد من التلاميذ كان غير مصدق مثل تلميذي عمواس تركوا الأورشاليم وراحوا لبلدهم ومع أنه سمعوا أخبار القيامة حتى شافوا يسوع المسيح والأغرب أحباء بعد القيامة مع كل هذا وهذا إن دل على شيء بدل على مصداقية الوحي مازال كان يملأهم الشك والحيرة والرب يسوع قبل ما يعطيهم المأموري العظمى وبخهم لعدم الإيمان والشك وهذا إن دل على شيء بدل على مصداقية الكلمة على الصدق الوحي عم بيقدم الحقائق مثل ما هي ثم الكتاب يتكلم عن ظهور الرب يسوع ليحنى الرائي على جزيرة باطموس سمع صوت وشاف الرب الممجد المقام لدرجة أنه وقع عند رجليه كميت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر